حول العالم أعمال إغاثة، مساعدة، مساندة للعديد من الفئات الاجتماعية وحتى الدول اللي بشكل عام اللي تعاني من مشاكل كبرى سواء كان صحية، تعليمية، سياسية، أمنية، هذي الكل يدور في إطار عمل المنظمات هذي هاذا شو بش تحكي ناجر بجمع؟ مرحبا بيك بالضبط مرحبا بيك هريم نحكيه في زون اليوم على المنظمات الإنسانية اللي فيهم اللي تابع الأمم المتحدة وفيهم اللي بتبعها فيهم الحكومية الدولية وفيهم المنظمات الغير حكومية اليوم نحكيه عليهم برشا لأنه معروف عليهم تدخلهم كما قلت أنتش لإعانة للمدنيين بعض الكوارثة الطبيعية بعض الصراعات والحروب كما قاعد يصير من عضوين اليوم على غزة دا سمعنا برشا في المدى الأخرى على الأونروالي ما عادش قادر أنها تكمل عملها لأنه برشا من الداعمين تخليوا عليها الأونروالي تخلقت عام 1949 معتها كمثال يعني عام بعد ما تخلق ما سمي بالكين الصيونية وإسرائيل سنة 1948 ووقتها اترحلوا مئات الآلاف من الفلسطينيين 700 ألف تقريبا بالضبط ودونك الناس اللي ترحلت هذي اللاجئين والدساندون متاع اللاجئين معنيين بالمساعدات اللي تقدمها الأونروال فما المثال الآخر زي دا نجو نحكيه عليه اليوم بما أنه العالم الكل يحكي عليه وحط الكيين المشؤوم في وضعية حارجة اليوم بثمن الدم كالعادة معني الوضعية اللي يتحط فيها أو على الأقل المتوعين متاعه وخلصوا الثمن غالي ثمن الدم هو الورد سندرول كيتشن اللي هي منظمة غير حكومية أسسها جوزي أندريس معتها وخوسي أندريس عام 2010 وهو طباخ مشهور اتوالي ستنشيف اتوالي بعد زلزل هايتي ومن وقتها وهي توزع في العالم ملايين الوجبات في هايتي وزعت معتها عدد كبير معتها ملايين الوجبات كانت تحاضرة بعد الزلزل واستمرت في المساعدات ونعرفوا اللي المتوعين فيها من جنسيات مختلفة من ضحايا الاطلاق النار الإسرائيلي على القافلة اللي كانت في دير البلح في غزة وكانت ماشية بش توزع ما يقارب مئة طن من الإعانات الغذائية نلقاه أصيلي أستراليا بولونيا دونك البريطانيا فما حتى شكون عنده دوب الناس الأمريكية والكندية حكيوا عليهم بلدانهم وقدموا لهم تحية وما تروا فيهم أسماء كبيرة كما للزاوي فرانكم اللي هي أصلها أسترالية واللي حياها ديوغ معتها رئيس الحكومة الأسترالية عمرت لثا واربعين سنة وقدمت عمل كبير في غزة وفي غير غزة يعني ناس تقريبا وهبت مع تحياتها وجزء من حياتها للإعانات دونك المنظمات هذية كيفاش يتم تمويلها فما كتب عن المنظمات هذية كتبه فرانسواء عدد كمprendر لزورجانسات همانيتار يقول لك هل الازورجانسات همانيتار لزوهم يخدموا مع تفام حقيقة مع تفام النظر يفام بتبع التطبيق لك فالحقيقة، ينرى التنمية كيسميها هي اللي هي تحكم فيها الظروف والسياسات العمومية والإعانات دونك الشيء اللي قالي المنظمت هي يقول لك هل sont contrainte de compétitionner entre elles pour leurs ressources ورسلتات de leurs projets فما موارد لازم تتحصل عليها المنظمات هذه هي مفروض منظمات إنسانية لكن ساعات ولي في كونكورنس وشكون اللي بشيخذ الموارد وشنوى النتيجة اللي قدمها دونك باردوكسالما نسميهم منظمات إنسانية والعمل يقوم بإنسانية يقول كهو باردوكسالما يسان جيري كم دي انتربيز بريفة دونك اليوم ساعات معناها يسيروهم كمؤسسات وكشركات خاصة هو في الكتاب هذي اللي ننصحكم بي دونك قام بدراسة تسعة من المنظمات كيفاش تعمل دونك كيفاش تصير ساعات معتها برشة تنسيون بيروكاتيك داخلها وكيفاش معتها شنوى الوتيتين بتاع المنظمات هذية ومعتها ودورها اللي عنده انتربيبليك يعني وشنوى الخدمات اللي تقدمها كان معلن عنه هو لفئة تصالح العامة هيت هذا هو إعادة توزيع الثروات من جهة أخرى دونك هو يقول لك معتها الوفغاج هذية أو معتها في الغزيومين بتاعه هو ناوىAMينالات ديبع على الهتجاز ترجمة نانسي قنقر دراسة ميتين واربعين صفحة في رمضان. جيت. صحفة صفحة. دراسة ماتا مهمة. هو ربطا بكلمك هجري انو هي دراسة مهمة تحكي على الفكرة اصلا واساسا من طرق التمويل للمنظمات الخيرية والانسانية اجمالا. فما العديد من الدراسات اللي خرجت او اكثر من كلمة دراسات هي تحقيقات خرجت مشاكل زادة في المنظمات الانسانية وملفات فساد كبرى فما ملف كبير صار عام 2017 عام 2022 كيف كيف خرج ملف كبير تم تعليق تمويل مش نذكر مش نقعة نذكر فيهم وما نحبش خاطر فما برشة منهم موجودين في تونس فما عدد مهم من المنظمات اللي تم تعليق تمويلهم دوليا بسبب شبهات الفساد هذية واكثر منك فما رقم جلب انتباعي اللي هو اللي الاموال انت كنت تحكي على طريق التمويل الاموال اللي توصل للمنظمات الانسانية هذية هي كبيرة بارش ومفروس شنو الهدف منها هو مش نحكيو عليها هو هو اختار در في كتابه اختار مانتا عن المنظمات التقريب 20هم организعة انترنشينا familي هme وتقول لك انت تقول لك هذية للمنظمات يقول لك مانت على ٢٠٠ا دويا Scheduma اللي جير بلو سوست 15% دوما 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 الجرد المنظمات تقريبا مانت على محصولة لمنظمات التقريبا محصولة لمنظمات المنظمات موالي فيزيون منديال ميدسان دو ماند كواه روج زيدا كلهم يقولك هو اوكسيدانتالو سنتريك يعني تم تأسيسهم في بلدين الشمال يعني مش رغم أنهم الزجيس في بلدين الجنوب في بلدين العالم لكنهم تأسوا في بلدين الشمال والدراسة توري أنو الإماج دمارك اللي تعطيها لزيزيون الميدسان دو ماند يعني يقولك مافيا ننة ننطره ترى للمتل قوال لديه رنفرسن دو ماند مانتا هوني كيفش نندرو الهو كيفش البرسبسيون تيحوم في اللي يونجتو في الوضع يقولك أنو للي بايرد فان عندهم une double influence institutionnelle عندهم تأثير voilà يعني أنو معتا هون اللي مولو لكن فما فما سيئسات متع تنمية متع هما يتحكموا في الفن اللي تخزهم لزورجانسات همانيتر فما ريفاليته ما بين لزورجانسات هدوما دونك اليوم معنها سيء كمبليكس متع الوضعية معاقدة دونك عندهم دي ليميت متاحهم لزورجانسات هدية اللي جاية من التميج جاية من السيئسات جاية من الواضعية أيضا متع الاماكن اللي ينشت فيها ورغم كل كل المؤخذات اللي تجمع تكون عانا عليهم فمشكون ينقضهم كما داخلين في المنظومة العالمية بصفة عامة والسيستام لكن كنا قرأوا أخبار كما قرأناها المدة الأخرى وكنا قرأوا أخبار على الأنروا وعلى فيليب لازارين اليوم يحاولي ناظل تهم باطلة توجه فيها إسرائيل الأنروا ما لكن من الجهتين هاجر زادا لأنه نفكروا الأنروا سيدا بشو نكونوا منصفين اللي في مع بداية الحرب على غزة العضوين على غزة نتفكروا مليح اللي كان فيما احتجاجات من المواطنين داخل الأراضي الفلسطينية داخل غزة اللي الأنروا سكرت أغلقت المساعدات أماكن المساعدات سيدة أونغار أماكن لتكون مخزنة فيهم مخزنة متاحة للمساعدات الإنسانية بيتعلت أنه بعيد فما مشكلة في الإيصالة يقول لك هم متخوفين أن الناس بشتفك لبعضها إتساطيها دونك أنت في وضعية صعبة جدا يفو صفار جيغي ومفروض عنده صفار فائغ في تصريحات والأخرين يحكي على تخنسبرانس قال أحنا راو نقولو كي نكتشفو كي نلقاو دي ميليتر مجيئتين نقولو كي نلقاو تونيل نقولو ملاحظة صغيرة هي جلي أنه في حديثنا حول الصرف وين تمشي الفلوس غير ما فما الدراسة خرجت أنه أكثر من 60% من الميزانية المرصودة للمنظمات الإنسانية هذية تمشي لفائدة العاملين في وسطها ومع ذلك غير ما الشعاري الشعاري تنظيم السفر لفوياج والأرياحيات تعرف هذوم الكل الوخ يقول لك المعارضين للمنظومة هذه في حد ذاتها أو لطريقة التسيير المتاحها يقول لك المؤسسات هذية ما تعملتش بـ 60% منها يمشي للصرف تعملت بش 70% ولا أكثر من 60% يمشي لفائدة المجموعات اللي أنت ماشي تخدم فيهم مش العكس يمشي لهم الفوتات وإذا شوفناها برشا مثلا في القارة الأفريقية أغلب المصاريف ما تتصرفش على الدول ولو على المحتاجين للفلوس هذي تصرف على بضبط في 2023 معتها الإعانة والإغاثة معتها الإنسانية في العالم وصلت الرقم قيم 31.3 مليار من الدولارات ومعتها الموارد ومعلمين جيت الموارد برشا منها جيت من الحكومات أغلبها جيت من الحكومات 63% وهنا نعود ونرجعه غير تعميم معتها هو كلم يعني كما قلت معتها فما ديراسات فما من عموش لكن معتها نرتكزه على الأرقام وديراسات يعني كي نقوله جيت من عند تمويلات عمومية أو من عند الحكومات معتها هوني نقوله أنه فما معتها تدخل سياسة معتها وقت لدخلق عام 1949 معتها أستها الأمم المتحدة لكن ما أستهيش بصفة كانت بصفة مفروض وقتية والماندان تيح يجدد كل ثلاثة سنين اليوم معتها الكين صوني يطالب بيحلها الأنروا دونك 31.7 مليارات من الدولارات 2022 63% جي من عند الحكومات دونك من عند الـ ومعن 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 غوورنمتال غوورنمتال معتها في الشفر نلقاو نصيبهم 24% وفما لزورجان فيلانتروبية يعني اللي جاية من المساعدة 16% معتها من الناس اللي عندها فلوس كمام لدن والأغنية والأغنية دونك وأكثر بلدين اللي مستها الأزامات معتها الإنسانية وتحركت فيها معتها المنظمة هذه نقاو سوريا اليمن أفغانستين أثيوبيا ووسط جمهورية ووسط أفريقيا دونك كن نحاول نقسم الإعانات نلقاو الإعانات الغذائية تجي في هي في الطوب يعني 40% من البجي للإعانات اللي يمشي الإعانات الغذائية فما الإعانات يعني كي تصير كيفة أو حرب 25% دونك الربعة الإعانات الصحة 15% الماء أو معتها المتاليجين 10% وفما 10% معناها أخرى تمشي معتها الحاجة الأوتر معتها جنغالما في أوتر كي نعملو بجي والميزانية دونك اليوم عدد الناس اللي في وضعية في وضعية أزمة ومحتاج المساعدات قاعد يتزيد اليوم دونك هالي زورجانيزاشون يقاور ويحهم شوية في هما يزيد في كريز ويقولوا أنه تمويلهم غير كيف اليوم بشي غطي معتها الاحتياجات الكل نقصوا من الموظفيكم ساعة قبل نقصوا من المصر بالضبط دونك اليوم يحاولوا معتها كيفاش يحسنوا معتها من التدخلات متاحهم انها تكون بلو 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 مشكلة من تحضر من الملائية 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر